السلام عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام الخلق أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الإخوة والأخوات المؤمنون والمؤمنات كان موضوعنا في الأسبوع الماضي عن المحبة عن محبة الله سبحانه وتعالى كان موضوعا أثر بي شخصيا لما عدت إلى بيتي وبدأت أكتب الخواطر فيما قلته أو قرأته في موضوع المحبة وأقول أيها الإخوة والأخوات أن المسلمين وللأسف الشديد خسروا كثيرا في عدم فهم الإسلام وعدم الغوص في معانيه والتدبر في دروسه وعبره الكثيرا حتى أصبحت عبادتنا خالية من روحها وأصبح كثير من أعمالنا أعمال تفعل لأنها يجب أن تفعل لا لأنها متأثرة بالقلب أو بالروح أو بالمحبة أو بالطاعة أو لفهم صحيح لله سبحانه وتعالى أتذكر أو تذكرت والدي رحمه الله لما كان يقول بالفلسطيني الفلاحي خلينا نغزها ونخلص منها ذاتو ركعج الركعتان بمعنى دعونا نفعلهما كنقر الديكة وننتهي منها لأنها عبع علينا ما كنت أفهم الذي قاله كما فهمته في هذا الأسبوع الماضي أنه لو فهم والدي رحمه الله أن العبادة حلاوتها أن تنتج عن حب لمن تعبد وعن حب لمن تشجد له وعن فهم لحقيقة من تعبد لما قلت ما قلت لما قلت ما قلت فأحببت أن أركز خطبة هذه وممكن خطبة أخرى في هذا الموضوع موضوع حب الله ووجدت فيه كتابات كثيرة في كتبنا القديمة والحديثة لعلكم أن تقرؤوها أيها الإخوة والأخوات يقول الحسن البصري معلقاً أو مفسراً على الآية الواردة في سورة المائدة يحبهم ويحبونه ويحبونه يقول من عرف ربه أحبه ويقول يحيى ابن معاد عفوه ربي يستغرق الذنوب فكيف رضوانه ورضوانه يستغرق الأعمال فكيف حبه وحبه يستغرق العقول فكيف وده وده ينشي ما دونه فكيف لطفه إذن كيف لا نحبه إذن كيف لا نحبه ويقول أحد الصالحين مثقال خردلة من الحب أحب إلي من عبادة سبعين سنة بلا حب لأني أجد حلاوتها عندئذ تجد حلاوة السجود وحلاوة الركوع وحلاوة التسبيح وحلاوة الذكر وحلاوة قراعة القرآن عندما تنتج عن حب في القلب فمن عرف ربه عرف أن كماله ودوامه ووجوده من الله فأحبه من عرف ربه عرف أن كماله يعني كمالك أنت وكمالي أنا وجودك ووجودي دوامك ودوامي حكمتك وحكمتي ما عندك من مال وما عندي من مال هو من الله فأحبه ومن عرف ربه عرف أنه المحسن إليه الرازق له فأحبه وإن تعد نعمة الله لا تحصوها كما جاء في صورة النمل لذلك لذلك تقول رابع العدوية ولعنكم تعودون لها على الإنترنت فلها أشعار كثيرة يا إخواننا في حب الله تقول أحبك ربي أحبك حبيني حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكراك عما سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجبة حتى أراك وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة فل الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك فليتك تحلو والحياة مغيرة وليتك ترضى والأنام وغضاب إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه إن أحببت أخي وأختي تحب الذي يدوم ولا يموت الذي يرزق ولا يرزق الذي يعطي ولا يُعطى الذي يرحم ولا يرحم الذي يلطف ولا يلطف به تحب الله وتنشغل بحبه وتتنافس مع الآخرين في حبه لذلك يقول أيضا أهل الصلاح أن المحبة لله تدعونا إلى أن نتنافس في طاعة الله سبحانه وتعالى وأن المحبة تقوط القلوب وغذاء الأرواح المحبة أيها الإخوة هي روح الإيمان والأعمال فإن خلت الأعمال من محبة الله كانت كالجسد بلا روح وكالشجرة خاوية بلا ثمار إذا غرست المحبة في الإنسان كانت كالشجرة أين عبت والتاحة لها الناس قلوبهم وعقولهم وعيونهم كلا المحبة الميل الدائم بالقلب الهائم فهل ما لقلبك لحب الله وهل هام قلبك في حبه كلا المحبة إيثار المحبوب على جميع المصحوب فهل آثرت الله على نزواتك وشهواتك وما عندك من مطالب أم كنت أنت الأول وأنت الآخر وأنت المنتصف كلا المحبة موافقة الحبيب في المشهد والمغيب فهل وافقت إرادة الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن في الليل وفي النهار ففعلت وعملت ما أراده قيل المحبة استكثار القليل في جنابات من يحبك من تحبه قيل معانقة الطاعة ومباينة المخالفة إنك إن أحببت عبدا عانقته وأطعته وفعلت ما يريد فإن ادعيت حب الله أفعلت ما يريد أعانقته معانقة الحبيب وفعلت ما يريد وابتعدت عما لا يريد قيل المحبة أنتهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء تصديقا لقوله تعالى قل إن صلات ونسك ومحيايا وممات لله رب العالمين لله رب العالمين إن أحببت الله وادعيت حبه أوهبته كلك أوهبته عقلك وقلبك وروحك أوهبته جسدك ومالك أوهبته اسمك ولقبك أوهبته قبيلتك ووطنك أوهبته شهادتك وشعرك أوهبته روحك وجسدك قل إن صلاتي ونسك ومحيايا ومماتي لله رب العالمين أحببت الله من قلبي أحببت الله من روحي أحببت الله من عقلي لما عرفته وعرفت أنه أهل للجمال وأهل للكمال فوهبته كل ما عندي فأصبحت مسلما بالحب لأني أحببت أهل الكمال وأهل الجمال يقول أبو بكر الثاني عن الجنيد في المحبة عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه فإن تكلم فبالله وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن شكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله لأنه أحب الله ورأى حياته لا تصلح إلا أن تكون مع الله أيها الإخوة والأخوات يعلمنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الحب كان مرادا لكل الطائعين كل الأنبياء والصالحين فها هو في الترمذي عن حديث أبي الدرداء يقول صلى الله عليه وسلم أن دعاء داود كان اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك والعمل الذي يبلغني حبك اجعل حبك احب إلي من نفسي ومن أهلي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك والعمل الذي يبلغني حبك اجعل حبك اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي أما دعاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما أحبه فاجعله قوة لي فيما تحبه وما زويت عني مما أحبه فاجعله فراغا فيما تحبه أما علامات حب الله أيها الإخوة والأخوات ولعل أعلم أن الوقت لا يسعفنا أذكرها ولعلكم تفكرون بها عند عودتكم إلى بيوتكم إن شاء الله العلامة الأولى لحب الله حب لقاء الله فمن أحب الله أحب الله لقاءه ثانيا طاعته تعصي الإله وتزعم حبه أما علمت أن المحب لمن يحب مطيع فأولا حب لقاء الله حب لقاء الله في الصلاة حب لقاء الله في قيام الليل حب لقاء الله في قراءة القرآن حب لقاء الله في الليل وفي النهار حب لقاء الله بعد الموت حب لقاء الله في الصباح وفي المساء ثانيا طاعته ثالثا كثرة ذكره وحب ذكره وحب رسوله رابعا أن يكون أنسك بالله أفضل من أنسك بالإنسان ومناجاتك لله أفضل من مناجاتك لغيره ودليل حب الله كذلك تلاوة القرآن والتهجد والقيام ومن علامات حب الله التنعم بالطاعة والتأسف على ما فات من طاعة وذكر ومن علامات حب الله الشفق على خلق الله بالرحمة بهم والنفقة عليهم ومن علامات حب الله مخافة غضب الحبيب خوف الإعراض خوف الحجاب وخوف الإبعاد لأن الله سبحانه وتعالى إذا كرهك أبعدك عن رحمته فالتخاف غضبه لأنك تحبه ولا تحب أن يبعدك الله عنه أنهي خطبتي فأقول أيها الإخوة والأخوات ما قلته في الأسبوع الماضي كلنا عندنا من نحب تحب أختك تحب أخاك تحب زوجتك تحب زوجك تحب أهلك أباك أمك تحب إنسانا في الدنيا وتعشقه فإن عشقته وأحببته أطعفه كما قلنا في الأسبوع الماضي لمن لم يكن موجود قلنا مع الإنترنت الموجودة الآن إذا أحببت إنسان دائما ترسل له تكستينج ودائما على الإيميل ودائما على الفيسبوك ودائما على التليفون والله رأيته إنسان قبل أيام جاري الساعة الثانية والنصف في الليل على التليفون بخارج البيت والدنيا تطلج فقاله يتكلم مع خطيبته هي في بلد أخرى قل سبحان الله ذهبك بك الولع والحب أن تقف في الثلج من أجل حبيبك تكلمه فأين حبنا لله حب إبراهيم عليه السلام حب يونس حب محمد صلى الله عليه وسلم حب موسى حب عيسى حب الصالحين أن نطيعه فعلا أن نحبه فعلا أن نكلمه فعلا أن نرتاح لذكره فعلا أم أن الحبيب الله الذي نزعم حبه نتذكره لدقائق معدودة ثم ننساه في دقائق أخرى اللهم رزقنا حبك وحب من يحبك وحب طاعتك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر الحمد لله الكريم مننا الحمد لله للطول والطول والحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله شهارة مليئة بالعرفان مخرجة صاحبها من الميران مدخلة إياه إلى الجنان أما بعد إخواني أخواتي أقول وأفتح لكم قلبي عمري ستة واربعين سنة أول كتاب قرأته عن الإسلام ككتاب كامل كان عمري تسعة سنوات ذهبت درست الشريعة في الإسلام وأصبحت إماما منذ سنوات كثيرة والله يا إخواني وأفتح لكم قلب ما ذقت حلاوة الإسلام كما ذقتها في الأسبوع الماضي بعد دراسة لهذا الموضوع في محبة الله ما أصبح للعبادة معنى أصبح للقرآن معنى عظيم وحلاوة ومذاق ما ذقته في حياته عندئذ تذوقت قوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان ذاق كأنه سكر كأنه حلوى ذاق طعم الإيمان من آمن بالله ربه وبالإسلام دينه وبنبيا ورسولا من كان يحب الله اشتاق له من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت ومن أحب لقاء الله الله أحب الله لقاءه أقول أيها الإخوة تعالوا نحب ربنا نقرأ كتابه نخشع له نتوضأ من أجله نذكره في الليل وفي النهار نصلي له أكثر أكثر مما نستطيع بل نصبر على الطاعة لأنها من أجل الحبيب واعلموا أن من أحب عبدا أن من أحب الله أطاعه قلبا وروحا وجسدا اسألوا أنفسكم إن كنتم تحبوه أو لا وإن كنتم تحبوه فتعالوا نترجب ذلك الحب في سلوكنا وأخلاقنا وأعمالنا ومشاهداتنا اللهم ارحمنا فإنك بنا رحم ولا تعذبنا فإنك علينا قابل والطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وارحم ضعفنا وأحسن خلصنا وتولى بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اجعل في قلوبنا نورا اللهم اجعل في أسماعنا نورا اللهم اجعل في أبصارنا نورا اللهم اجعل من بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا ومن على شمائلنا نورا ومن على أيماننا نورا ومن فوقنا نورا ويوم القيامة في وجوهنا نورا نورا من نور وجهك القرم اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الطائعين اللهم اجعلنا من العاشقين اللهم اجعلنا من أولئك الذين يطيعونك ويشجدون لك حبا حبا فيك حبا لجمالك وحبا لكمالك وحبا من أجل النيل من وصالك سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع